مو تابعي قناة انفو تكفوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة جاي أتكلم عن نبكن اي اي والتحديثات الجديدة اللي تمت على هذه الأداء المميزة جدا اللي ممكن أنت تعمل منها عروض تقديمية احترافية في ثواني النهاردة هتكلم عن هذه الأدواء القوية اللي أنا بعتبرها برضو من الأدوات اللي مش واخدها حقها قوي رغم أن هي إمكانياتها كبيرة جدا كنت اتكلمت في فيديو سابق عن الأداء دي وتقدر ترجع لي الفيديو عندي على القناة وحطتلك الرابط في الوصفة أسفل فيديو إزاي ممكن أن انت تحول المحتوى بتاعك لرسوم بيانية وشرح بصري باستخدام الذكاء الاصطناعي هقولك بشكل سريع للأول مرة يسمع عن نبكن اي اي اللي انت ممكن تعمله بنبكن اي اي ممكن ان انت تكتب محتوى وتحول المحتوى لرسوم بيانية مخططات مايند مابس أي فيجولز بقى أي حاجة تفاعلية تقدر ان انت تستخدمها لشرح الفكرة بتاعتك دلوقتي بيدعم اللغاء العربية بالكامل ومجاني 100% لحد دلوقتي يعني هو كان مجاني من قبل وما زال مجاني يعني وده كلامهم حتى الآن تقدر تستخدمه بشكل غير محدود بيدعم ملفات الورد والباوربوينت تقدر تعمل ايمبورت الملف وورد او باوربوينت تقدر تعدل اشكال الوان خطوط ايقونات تقدر تعمل عليها تعديل وبيتم تصدير النتائج ببانجي او بدي اف او اس في جي واخيرا بقى الميزة الجديدة ان انت مش بس هتصدرها بهذه الفورمات ولكن تقدر ان انت تصدرها كباوربوينت قابل التعديل الكامل ويعني ايه التعديل الكامل؟ يعني الرسومات عبارة عن اوبجيكس حقيقية داخل الباوربوينت هتقدر تعدل عليها بنفسك يعني تقدر تغير النصوص وتقدر تحرك اي عنصر وتديف انيميشن في جزء معين من الرسمة وتتحكم في الالوان والتصميمات بشكل كامل هنبتزي نهاردة ان شاء الله نجرب مع بعض التحديثات الجديدة داخل نبك ويلا بينا نشوف الموضوع بشكل عمل هتروح للرابط ان شاء الله هتلاقيه في الوصفة اسفل الفيديو وحبتدي اقول له جيت نابكين فري ولوليك طبعا اكاونت من قبل بتعمل ساين اين هنا هبتدي ان انا ادوس على نيو نابكين في ممكن لو رحنا عن البلاس درافت وزي اي امبورت فروم فايل فلو انت عندك ملف هنا لو انا ادوس امبورت فروم فايل او بي بي تي اكس او او ام دي او او اتش تي ام ايل الفورمات اللي بتقدر تعمل لها امبورت فممكن ان انت تعمل امبورت لباوربوينت وتبتدي ان انت تدخلها جوه نابكين اي اي وتقدر تصنع من خلال الباوربوينت دي حاجات كتير جدا هنا انا هبتدي ادخل على سبيل المثال هنا بدأ يعمل بروسيسنج للملف وهنا الملف تأثير الاحتباس الحراري على الكائنات الحية زي ما احنا شايفين ده الملف بتاعي اللي هو كان عبارة عن باوربوينت بقى تروح تبتدي تعلم على جزء معين زي ده كده وتبتدي ان انت تقوله يعمله لك فيجولز وهنا حيبتدي ان هو يحوله لفيجولز هنا تغيرات درجات الحرارة العالمية والتوقعات اصبحت الارقام عبارة عن فيجولز زي ما احنا شايفين بالمنظر ده بص الجمال وتقدر تختار ما بين اشكال مختلفة للدياجرامز اللي هو عطيهالك او الشكل اللي هو عطيهولك من هنا واحنا كنا تكلمنا عن استخدامه من قبل هستقر على هذا الشكل خلاص هو ده الشكل اللي انا عايزاه اجي هنا على جنريد فيجولز واشوف ايه الفيجولز اللي ممكن يدهالي على هذه الجزئية اللي هي تأثير الاحتباس الحراري على النحل جميل طبعا ان الاداة دي مجانية يعني انت متخيل ان انت تقدر تستخدمها كاداة تعليمية حلوة جدا واداة توضيحية حلوة جدا اذاك بقى تركز معي خلاص انت خلصت وعايز تحمله فانت بتروح تدوس على الشير تبتدي ان انت تشيره كلينك او كبدي اف وهنا في البي دي اف يقولك البيج فورمات الفورمات بتاع البيج نفسها اللي جوه البي دي اف هتكون عبارة عن سينجل كونتانيس بيج او اي فور او يو اس تلاتر او بريزنتيشن وتبتدي تعمل لها داونلود الجديد بقى والجميل ان انا سايه مثلا لو عاجبني فيجوال زي ده وروحت هنا دست على اكسبورد حلاقي ان انا ممكن اعمل اكسبورد للفيجوال ده كبي انجي او اس في جي او بي بي تي وبي دي اف واخد بالك بقى البي بي تي تقدر ان انت تحمله كاوبجيكت يعني ايه كاوبجيكت يعني ادتابول باوربوينت سلايد تقدر ان انت تعدل عليها لو دست على البي بي تي وقلت له داونلود لما روحت فتحت السلايد دي على الباوربوينت هي بتنزل لك كباوربوينت تروح تفتحها وحتلاقي هنا كل جزء هتقف عليه تقدر تعدل عليه تقدر تعدل على الالوان تقدر تعدل تعمل ري سايز يعني ممكن اروح كده اعمل كنترول ايه وابتدي اعمل ري سايز براحتي زي ما احنا شايفين هارجع تاني كنترول زد هنا تقدر تقف على هذه الجزئية وتبتدي شيف فورمات تخلي مثلا الشيف دا لونه اخضر تقدر تقف هنا تعمل سيلكت على دا كله وتخلي هنا الشيف فيه مثلا اورنج تغير الاوتلاين اللون دا تقدر تعمل ادت على الدياجرام نفسه زي ما انت عايز كبريزنتيشن او كسلايد باوربوينت لكن هو تعالى نشوف دعمه العربية قد ايه بيكون جيد لما نطلب منه انه هو اللي يعمل create للموضوع نفسه من اول وجديد يعني هنا لو انا رجعت مرة تانية هروح اعمل نيو نابكن وحاختار draft with AI وهنا الامر انا جبته من شا جي بي تي قلت له انا عايز اعمل باستخدام نابكن عن كواكب المجموعة الشمسية وهنا قال لي عرض العنوان والمحتوى بتاع المقدمة هيكون عن ايه مكونات المجموعة الشمسية بعد كده هبتدي ان انا اقول له continue دا كان الامر تيكست برومت هيبتدي ان هو يولد لي المحتوى زي ما احنا شايفين هاجي اوف هنا على الفيجول اللي هو انفو جرافيك عن الشمس في المنتصفة حولها الكواكب على شكل دايرة فلو وقفت هنا وضزت كده على علامة السبارك او الشرارة هنا هيكل المجموعة الشمسية اشكال مختلفة هنزل هنا على مكونات المجموعة الشمسية اروح للمايند ماب اللي بتظهر كل عنصر ويتفرع تحت شرح مختصر لمكونات المجموعة الشمسية طبعا انت هتختار تقدر على فكرة تغير في الالوان زي ما انت عايز اهو الالوان تلعب فيها براحتك وزي ما قلتلك تقدر تقف هنا وتستخدم الميزة الجديدة في عملية الاكسفورت ك بي بي تي وتعدل تاني جوه بريزنتيشن او تخدها تحطها في بريزنتيشن اصلا عندك كنت انت مزبطها وعايز تاخد الفيجوالز تزبطها جوه بريزنتيشن تقدر تعمل الموضوع او طبعا فيه تحملها ك cfg او bng او df او bdf وكمان ممكن انت تستخدم dark mood او light mood وتعمل download هقول له قم بانشاء محتوى عن اهم ادوات الذكاء الاصطناعي في التعليم بيدعم العربية زي ما انتو شايفين في السنوات الاخيرة اصبح الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية وهنا اعطاني الادوات اللي ممكن استخدمها في التعليم وتقدر تقف عند اي واحد من دول تدوس كده على ال spark هيبتدي يديك هاختار بس الاول الشكل ده كويس قوي ممكن بقى تيجي هنا دوس برضو على ال spark هاختار حاجة زي كده وهكذا وزي ما قلتلك تقف على اي واحدة من دول لو انت قريدي عندك presentation محضرها بالحالة دي ممكن انت تستعين بال visual بس تاخده تعمله export وتنزله كبيبي تي وتبتدي ان انت تاخد اللي سلايد ده تاخده copy وتحطه في ال presentation الاساسية اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة مع التحديثات الجديدة لهذه الاداء الرائعة napkin.ai زي ما قلتلكم احطلكم الرابط في الوصفة اسفل فيديو وحتى الان مجاني تماما تقدر ان انت تستخدمه بلا حدود في انشاء المحتوى اشوف فيديو قادم بالذي الله تعالى على قناة info take for you زي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وشير وكومنت لو كنت بتشوفنا الاول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته